إذن مشاهدين اتخذت الدولة العديد من المبادرات الاجتماعية من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر أو الأفراد ولسيما الفئات المستضعفة وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع إيمانا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية من أهم تلك المبادرات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم الحماية الاجتماعية مضلة انطلقت من تحتها عدد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف بالأساس توفير حياة كريمة للمواطنين تحميهم من تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي تبنته الدولة فمن أجل بناء الإنسان والتصدي للفقر جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجاً والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وفي هذا الإطار استهدفت المرحلة الأولى ثلاثمائة وخمساً وسبعين قرية بإجمالي سبعمائة وستة وخمسين ألف أسرة بتكلفة بلغت ثلاثة عشر ملياراً ونصف المليار جنيه كما تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بنهاية عام 2020 لتبني برنامج متكامل وغير مسبوق لتطوير الريف المصري ويستهدف أربعة ألاف وستمائة قرية يعيش بها نحو خمسين مليون مواطن بتكلفة إجمالية تقدر بنحو خمسمائة وخمسة عشر مليار جنيه وتحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً كما بدأت الدولة في تنفيذ مشروع صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في يوليو عام 2020 وذلك لتحسين أحوالهم وتحقيق المساواة بينهم بزيادة تصل نسبتها إلى 80% من قيمة العلاوات الخاصة فضلاً عن زيادة الحد الأدنى للمعاش وتطبيق قانون التأمينات الموحد وللتخفيف عن كاهل المواطنين أطلقت وزارة الداخلية في 30 من يونيو عام 2018 مبادرت كلنا واحد بالتعاون مع سلاسل تجارية كبرى وذلك لعرض السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ومن أجل التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة المعيلة دشنت الدولة مبادرة المشروعات متناهية الصغر في مارس 2017 بتمويل من بنك ناصر الاجتماعي وصندوق تحيا مصر ولأن صحة الإنسان أساس بنائه أطلق رئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من المبادرات في هذا الشأن تتصدرها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار ونور وحياه لمكافحة أمراض ضعف وفقدان الإبصار إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات وإطلاق مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين كل تلك المبادرات وغيرها تمضي بها الدولة لتوسيع قاعدة مظالة الحماية الاجتماعية ليظل الاستثمار في البشر عنوان قاطرة التنمية ورفعة الأمم